تراثت مؤخراً أمينة الدولة في تربية الوطنية وترقية الموطنة بنيو بيربالين حفلة توزيع جوائز للفائزين في المصابقات النهائية للعام الدراسي دورة العام 2017 حيث جرت المناسبة في ثانوية البنات بحضور التربويين وعولياء أمور التلاميذ تقرير بحردين أبدو شافيء الدود جرى حفلة توزيع جوائز للفائزات في المصابقات النهائية للعام الدراسي 2017 بالثانوية العربية للبنات وثانوية الحرية في مصابقات صحة الإنجاب وهذه الجوائس عبارة عن معدات مدرسية من هقائب وكتب وقواميس وأدوات أخرى مقدمة من البنك العالمي للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمحهد التكنولوجي للإبتكار من أجل التنمية بالتعاون مع ثانوية البنات وعن أهمية تعليم البنات وتطوير مواهبهن عبرت إحدى الفائزات في هذه المصابقات وفي نفس السياق تحدث أكل من ممثل البنك العالمي للتنمية وممثل منظمة الأمم المتحدة لدول غرب ووسط إفريقيا المركزية عن ضرورة تعليم البنات ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية كما تحدثت أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة السيدة بونيو برفالين عن أهداف الوزارة والاهتمام بشؤون المرأة وخاصة تعليم البنات وحصت أولياء أمور الطلبة بتسجيل بناتهن في المؤسسات التربوية وترقية المواطنة شكرا شكرا